تبادل للرسائل العسكرية بين طهران وواشنطن على الأراضي السورية تنفي إيران أي صلة لها بالمواقع المستهدفة أمريكيا لكنها تصف القوات الأمريكية بالمحتلة والعمل ضدها بالمقاومة في الوقت نفسه تجري صنوف الجيش الإيراني مجتمعة مناورة خاصة بالطائرات المسيرة في عموم أرجاء البلاد القوات المسلحة لن تغفل لحظة عن تعزيز قدراتها وقواتها الردعية والاستفادة من التكنولوجيا الجديدة وهذا الأمر يجري بعيدا عن الأجواء السياسية في البلاد أو الظروف الدولية تبادل النيران عسكريا وإن كان بالوكالة يقابله تبادل الملاحظات والتعليقات بشأن الملف النووي عبر الوسط الأوروبي طهران عكفة على دراسة الرد الأمريكي بدقة لا تسريبات سوى في العموميات جل التعليقات الأمريكية مرتبطة بالضمانات التي تطالب بها إيران تقول مصادر غربية الردود المتبادلة تفتح باب التساؤلات بشأن مصير المفاوضات ما طالبت به إيران هو أن يكتب الجانب الأمريكي تعهدين شفهيين قدماهما وأن يقدم نوعا محددا من الضمانات ويوضح بعض العبارات الفطفاضة في المسودة كي لا تؤول بطرق مختلفة أما بالنسبة للوكالة فدون إغلاق ملفها لن تبدأ إيران بتنفيذ تعهداتها يتابع الإعلام الإيراني المفاوضات محذرا من التحركات الإسرائيلية ومذكرا بحاجة أوروبا إلى الطاقة الإيرانية في حين عاد الريال الإيراني للتراجع أمام الدولار الأمريكي مع أجواء توحي بأن نتائج المفاوضات النووية ليست قريبة يتبادل الساسة والعسكر في إيران والولايات المتحدة الرسائل ويجددون رسم الخطوط الحمر تظهر إيران بأنها ليست في عجلة من أمرها بينما ينتظر اقتصادها كما هو سوق الطاقة العالمي انتهاء المفاوضات ورفع العقوبات حازم كلاس العربي اشتركوا في القناة